تعد العلاقات المصرية الأردنية مثالا يحتذا به في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري ونموذجا للتطبيق العملي لتفاهم وتنصيق السياسية على مستوى البلدين الشقيقين فمصر والأردنية سيران في طريق التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة تحديات الاقتصادية القائمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما لديهم من خبرات وخبرات قادرة على تجاوز هذه الأزمات والتحديات روابط اقتصادية وتجارية وثيقة وممتدة ما بين مصر والأردن ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري ما بين البلدين لتصل إلى تسعمائة وثمانين مليون دولار خلال العام الفين اثنين وعشرين مقابل تسعمائة وخمسة عشر مليون دولار خلال العام الفين واحد وعشرين بنسبة ارتفاع قدرها سبعة بالمئة قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت سبعمائة ستة وعشرين مليون دولار خلال العام الفين اثنين وعشرين مقابل سبعمائة وأحد عشر مليون دولار خلال العام الفين واحد وعشرين بنسبة ارتفاع قدرها اثنين في المئة فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن مائتين ثلاثة وخمسين مليون دولار خلال العام الفين اثنين وعشرين مقابل مائتين وأربعة مليون دولار خلال العام الفين واحد وعشرين بنسبة ارتفاع قدرها اربعة وعشرين في المئة وفيما يخص أهم مجموعات سلاعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال العام الفين اثنين وعشرين فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية في المرتبة الأولى بقيمة 155 مليون دولار ثم الخضروات والفواكه بقيمة 69 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 55 مليون دولار أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال العام 2022 فقد جاءت الأسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 143 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار هذا وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 774 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4% في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 22 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130%